دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي حاصرت فيه المحافظات مبارح فيه أخبار مهمة كتير جدا منها الانتهاء من 90% من مشروعات حياة كريمة في الغربية كمان الإسكندرية بتستعد بالفعل استقبال حصاد الأمح ووفارة ساعة تخزينية تكفي أكتر من 183 ألف طن تغيير أخبار تانية في المينيا، دمياط وشمال سيدا أخبار كتيرة حصلت مبارح في المحافظات البداية من الغربية اللي تم فيها إنجاز 90% من مشروعات حياة كريمة وقال الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية أن في عدد كبير من مشروعات المبادرة الرئاسية أو شكت على الانتهاء خاصة المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية في الإسكندرية أوضح محمد سعدالة مدير مديرية التموين بالمحافظة إنه تم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال حصاد الأمح وقال كمان إن الإسكندرية فيها أربع صوامع وثلاث بناكر مجهزة لتوريد الأقمح والساعة التخزينية المعدة للاستلام بلغت 183.5 ألف طن في المينيا أعلنت دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة استمرار أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفيات ضمن مبادرة حياة كريمة وأكد كمان إنه بتتم أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوى بتكلفة 307.6 مليون جنيه ونسبة التنفيذ وصلت 28% ومستشفى ماطاي بتكلفة 297.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 21% ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23% وده في الوقت اللي انتهت فيه أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية بنسبة 100% في دمياط قال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة إن فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بدمياط مستمرة وتم إجراء 1585 عملية جراحية مجانية في أول 3 شهور من 2022 بالمستشفيات العامة والخاصة في شمال سينا قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مدرية الأوقاف إنه تم تخصيص 600 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وهيكون فيه التزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الوقية وإحضار المصلة الشخصية